السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة اومريان مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم غير فيديو جديد هذا الفيديو في واحد روتين درتوا اليوم هذا الروتين كيفما كتشوفو خرجت لاماقش انا وزوجتي علي راكم معارفين بلاد مكيبقى دائما في الكوزينة 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 وكيف تزاد في الوزن نحافظوا على السحادية نضروري خرجوا لاماقش ونضروا سباب ولي ذاتنا كيفما كتشوفو انا خرجت الولية ديالي صغير ووار باقي صغير ووار خرجتوا معي وكندير لاماقش انا وزوجي ونوريكم غير واحد شوية هذا الجغضاء حيث كيفما شفتوا على فيها الناس ما نقدرش نبقى شادهم بزاف جديد لكم هذا المقطع حيث خاوية طافي درنا هنا واحد الجولة في هاشي ساعة ونصف نضربوا على حال كيفما شفتوا وما زال خليت الناس ما زال كيت تحركوا فيها شوفوا كل شي ناس يجريوا وكيفما تعرفوا ليسال سادين في الواحد ضروري خرجوا يتحرك شوية وماني غنرجعوا من الاسال خسنا ناكلوا واحد الوجبة اللي اتكون صحية ومفيدة وفي نفس الوقت ما غزيبنيش في الوزن اه 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 هنا سافي سالينا وده بغنمشي للدار باش نصوب واحد سالات وغنطيقوا معي حتى الدار باش تشوفوا هذي كلاسالات اللي غادي نصوب نتمنتنا الاعجاب ديالكم ويعجبكم الفيديو وماشي ديما ندخلكم الكوزينة والطياب وهذا فدروري سنخرجكم معي مره 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 وتشوفوا الروتين ديالي وتشوفوا الجوالات اللي كان ندير وليوم هذي واحد الخرجة الصراحة زوين زوين زوينة دوست واحد نهار زوين بززاب حيث مني كان نخرج ونديرو العنطري ما كيف ما عارفين فاكي تفرز هورمون سعادة وهذا كشي رجيت نشيطة ورشيقة ودخلت المطبخ ديالي وصوبت هذي سالات اللي كتشوفوا فيها سالات سريعة 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 اللي وجدتها في نصف ساعة ما كاملاش بقي لخمستاشر دقيقة كانت موجودة غير البيض وصوبتها سنتشاركها معاكم نتمنى تعجبكم هذي السالات كجي صحية ومن كدبش عليكم صوبتها بهذا كشي اللي متوفر عندي في البيض فانتم ممكن نزيدوا على اضافات كثيرة 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 كيف ما كتعرفوا فهذا الطبخ عالم او لبحر بلا حدود فيه بزاف وخاء احنا كنتشاركوا معاكم غير هذا كشي اللي كنت نديرو هذا مكان بالنسبة للوصفة اليوم بيضات مسلوقين الخصص الخصص مقطع البصلة شلدة الخيار فروماج فروماج جبن العلبة السلق سخون سوف نديرو فرمج سوف نديرو بسم الله بطريقة بالنسبة للطريقة فهي جيد سهلة والمكونات بسيطة غير بوقت نشاركها معاكم ونشوفوا طريقة سوف نديرو السلق وضع المكونات الخيار البصلة وخص مقطع ونديرو في الطبق التقديم هنا اخذت البلاء سوف نستفو هنا اخذت الفيديو كما هو اليوم سوف نشاركه معاكم كما هو سوف نشارك اخذت الصحن او طبق التقديم وضعت فيه الخص اللي اسبق ليه وغسلته مزيان كيفما تعرفوا الخص كيكون فيه التراب وكيكون في الارض فكيكون فيه الوسخ بزاف خسكم تغسلوا ورقة بورقة وكل ورقة تحكوها مزيان باش يتحيضوا منه وكيكون فيه ومن الافضل انكم تديروه في الموحد خمسة دقيق ولا واحد مهم على حساب يحيي الدكترا منه مزيان وقد تحكو كل ورقة بوحدها ومن بعد كيستبدو تخدمو به سافي هنا غنجيب واحد زلافة غضي نوضع فيها التوابل اللي غضي نتبل بهم هاد سالاد هنا صارت نصف حامضة غضي نديرها ونحييت لوحل عديمات وغنضيف عليها خل بلعبار غير عينكم وميزانكم بالنسبة للناس اللي كيبغوا الحموضة يضيفوا كمية نيت ولي ما كيبغش الحموضة بزده فهنا غنضيف الزيت البلدية غنضيف وغنضيف هديك الزيت 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 غنضيفها هاد زويت تحت هي غنضيفها التوابل اللي هم اللي هم اللي بزار التوابل اللي هم اللي بزار اللي هم عاديين بزاف و بساط و سهلين ومشيش توابل اللي مكينه غنضيروا اللي بزار انا درت هنا غير الربع ديال المعلقة انتم ما تقدروا تديروا كتر وتقدروا تديروا اقل على حسب الاطواق هنا غنضير الملح غنحرك هاد الشي وغنضيفه وغنضيفه الكامون وغنضيفه الكامون صعفي هان دفده بالكامون غنضيفه كل شي مزيان وغنضيفه على هديك شبه سعيد المكونات اصده بزاف هنجب واحد المعلقة غنحرك هاد المكونات كاملي صافي هناخ غنحرك كل شي بحلقة وغنضي نصب الخليط في الطبق تقديم صافي هناخ نحص بكل شي تلبس بادك التوابل اللي ضفنا سوف نضع هذا الشيء في طبق التقديم وممكن انكم تضيفوا عليها اضافات اخرى بالنسبة لكل واحد وشنو كيف يبغي فيها هنا غن نخويها صار حاجة زوين هاد شلاطة وسهلة بزافة كده جد فوقت اللي هو بسات بزافة وصحية فجمعات بزافة دي الحواج بروتين والخوض عار زي ما صار حاجة كل شيء فهي وجبة كافية ومتكاملة لان فيها احت اللحوم فيها الطن سوف نتمنى يكون كل شيء واضح وهنا غن نقطع البيضاء تلها بقين سخان بقين سخان ولكن انا غن نحطهم وغن نحطها تسبرت شوية عاد باش غن نكون او خافية الجوع سوف نقوم بتصبر عليها ولكن ماشي مشكلة يلا يلا سوف يبرد البيض راكم عارفين سوف نحطها غير واحد جوش دقيقة في تلاجة وغادي سبرد ونقدموها بصحة وراحة نتمنى تبقوا معي حتى الاخر دي الفيديو بشوفوا المكونات اللي ضفت على هالطبق هنا هذا الجبن هذا الجبن غادي العلبة سوف نقوم بتصبر قطعة بحال هكا وضفته سوف نقوم بتصبر قطعة بشوفه صافي وسوف نوزعه هنا كاببا سوف نشارك معكم نضيف سلادة المقبلة نضيف سلادة المقبلة سلادة نسواز سلادة نسواز نضيف سلادة نضيف سلزج سلوص نضيف سلوك ونضيف سلوك ونضيف سلطى و بالصحة و الراحة أتنسى ما هو طبيعة خرج الجود الى المنزل و تبركات الاطفال و وصفه جديد وبطريقة أشهد أو صيار مغدية نتمنى تجدفل فيديو ويلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال وتكون في صحة طيبة وما تنسوش البارتاج وما تنسونيش من لايك 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 واللي كومنتر زوينين ديالكم اللي دائما عودتوني كلقاهم وبصحة والراحة ما سخيتش بكم وان شاء الله نتلقوا فيديو جديد اشتركوا في القناة